بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرح المرسلين نواصل للشابتة 6 نشوف اليوم اللي هو Lecture 7 نشوف اللي هو 3 Dimensional Plots والRectangular Grid 2D and 3D Space والMesh Plots الPlot 3 هنا تعني انه ودنا نرسم الرسمة لكنها في البعد الثالث عندي الX والY والZ بدل من المرة الماضية كانت عندي Plot Best هذه كانت تعني 2D يلا نفس الامثلة التي كانت عندي المرة الماضية نفس الData التي كانت عندي هي X من الصفر الى مثلا الى 10Pi لكنه يرسم Sine والCosine لكن ما يرسمهم كلهم وحدها لا يرسمهم كلهم على شكل واحد يرسم الY Z والY والX على هذا الشكل كله مثلا ممكن نقول هذا محور X وهذا محور Y وهذا محور Z فالرسمة تعطيك بهذا الشكل على الشكل الحلزوني هذا طبعا حطينا الGrid علشان الشبكة اللي موجودة معاك هنا عادينا نشوف اللي هو Rectangular Grid ما هو Rectangular Grid أنا في الحقيقة لما أكون أرسم في 3D أنا محتاج أنك تعطيني تشبك لي X مع Y هذه X والY علشان أطلع أنا منهم Z فأنت كل X والY لازم تشبك معاه تشبكهم علشان تجيب منهم اللي هو Z نشوف مثال لاحظ هنا أنا مثلا عندي هذه X ونقول اللي هي 1 و 2 موجود عندي هنا وبعدين عندي هذا Y AX وعندي Y AX هذه X زي ما قلنا هذا Y AX Y AX زي أشواء من 10 إلى 13 10 إلى 13 لكن أنا أريد إياك تعمل لي هذه الشبكة اللي هي هذه X هذه فأنت تقول X Y equal Mesh grid X مع Y كل X مع Y ما معناها لاحظ سيعطيك أن X صارت قيمتها ليس 1 2 لا 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 بعدد لاحظ بعدد الصفوف الموجودة في X وعدد الأعمدة الموجودة في Y 1 2 3 4 لازم تحط من إيش هذا الكلام إيش يا 1 1 هذه الواحد لازم تنشبك مع هذه العشرة طب الواحد لازم تشبك كمان مع 11 12 13 13 سيما موجود عندك هنا هذه العنصر إيش و 1 10 1 10 وبعدين 1 نفس الواحد هذه لكن ما 11 12 مثلا هذه إيش هي 2 12 2 12 12 12 نشوف المثال المباشر عليه هنا لما نستخدم المش نحتاج المش grid أولا أشوى المش المش نرسم اللي هو في 3D لكن تكون عندنا على شكل شبكة من X و Y إذن هنا هنا في طريق ثانية ما نقول X Y Z أو نقول Z بس أنا هنا أرسم هذا الكلام يقول Z تساوي لكن لاحظ Z لا تعتمد بس على X لا تعتمد على X وفي نفس الوقت تعتمد على Y إذن لازم تكون X و Y هذه أصلا لازم أعملهم شبكة مع بعض وأعمل ها لهم بش بيستخدام المش grid X تمشي من ناقص سالب 2 إلى 2 لاحظ من سالب 2 إلى 2 هذه X Y من وبعدين كل عصرين تشبكم مع بعض بهذا الشكل علشان هيك Z أقدر أستخدم هلأ أحسب Z لأن تساوي X كذا Y S كذا هي هذه العلاقة الموجودة عندي هنا لماذا يقول لهم X Y Z لاحظ يعطيني هذه الشبكة الموجودة عندي هنا ولاحظ أن اللون الأحمر أقصى قيمة اللون الأزرق أقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته